افتتح مطحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس افتتح واحدا من ابرز المعارض الفنية في العالم احتفالا بالذكرى السنوية الخمسمائة لوفاة فنان عصر النهضة ليوناردو دافينشي اعمال تحضير هذا المعرض استغرقت اكثر من عشر سنوات وتوقفت بسبب خلاف دبلوماسي وثقافي بين فرنسا وايطاليا المعرض يضم اكثر من مئة وستين لوحة ورسم من فنون عصر النهضة لدافينشي بعضها على سبيل الاستعارة من الملكة اليزابيث الثانية وبين وامليندا جيتس يهدف المعرض الى توفير فهم اعمق لاسليب عمل الفنان من خلال الاستعانة بدفاتر ملاحظاته وتقنية التصوير بالاشعات تحت الحمراء والواقع الافتراضي كنت متحمسا كثيرا لزيارة هذا المعرض في ذكرى مرور خمسمائة عام على رحيل ليوناردو دافينشي وخاصة لرؤية هذا العمل رجلي فيتروفيان انا اعلم انه كان من الصعب جدا احضاره الى باريس من مدينة البندقية انا سعيد جدا لكوني هنا في المعرض الرائع